كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان اشتركوا في القناة ما عرفتش للحدثة ما عرفتش السابق ما إلا علينا وكنشوف البنات لوقى عليهم المشكل ودبا مدة 15 عام وانا ما زال بقيمة كينوالو لنبحث عندي يبقى في الحال كيف شاء للاسوا عادة ملكة بودة صلقة جيك تقيلة كيف شو الحالين أكتر دبا ملكة نطوب على أساس عني أنه نصلي يعني قاد نصلي نعم وليكن بحال دبا هو ودل العشاء والاسميلي ونصليك ما كان قدرش ما كان قدر أدي يعني محلش حاجة تحبسني ما تخلينيش نظر نصلي نعم للاسوا عاد نعم للاسوا عاد شكرا لك للاسوا عاد الله يحفظك ويرعاك آمين يا رب الله يا رب الله يسعد قلبك يا ربي يا كريم آمين هذا نعم نعم بكذاب يتنعرف لأنه منها شو بالنسبة لحال دا كتكونش حاجة ما كتكملش يعني ما عرفتش منها ختاش ولا يعني الأسباب اللي كتخلي هادش ما نكملش وخلالة سعاد مرحبا بك للا بارك الله في كثير شكرا لك للاسوا عاد الصلاة لك يشعر بأنه نشيط فيها هذه علامة من علامات أن الإنسان حالته النفسية والإيمانية سليمة لكن هناك واحد التغمماتخ واحد المؤشر باش كنعرف نفسي أنني سليم نفسيا وأنني علاقتي مع خالقي في وضعي حسنة حينما أجد نفسي بأنني نشيط في العبادة ملكا نكون أحب متى سوف يؤدن المؤدن وأكون قبليا مستعد ومتوضع وكنضف الساعة وسأدب إلى المسجد وحينما أصلي أصلي بارتياح وأصلي بخشوع هذا كله مؤشر على أن صحتي الدينية سليمة وأن وضعيتي مع الحق سبحانه وتعالى سليمة وأن الحياة الروحية كلها في وضعي حسنة لكن لما يكون الإنسان كجيس صلاة قيلة يبغي صلبك يلقى ضعف نفسه أو ربما كان هناك من لا يفكر أصلاً عنده انشغالات كثيرة في اليوم عنده أعمال وعنده رياضات وعنده مساهمات وأنشطة كثيرة هنا وهناك لكن لا يكاد يفكر في الصلاة هذا حالة خطيرة عليه أن يتعجل لكي يعرض نفسه على أقرب فقيه لعله يعيد له رشده أما الذي يبغي صلبك ولكن يشعر الراس بأنه ضائع علام على أنه هناك في المحيط ذياله مجموعة من الأرواح الخبيثة تمنعه من الصلاة هل تعلمون أيها الأحباب الكرام بأنه كلما ارتفع الأذان إبليس وجنوده كيبدوا يبكيوا يضعون أصابعهم في آذانهم إبليس كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يجري ويسمع له دراط أي ريح تخرج من خلفه ويقول يا ويحتي يا ويحتي ابن آدم سمع النداء فلبى وسمعت فأبيت وكيبقى إبليس كده يقول من اللي كيشف الأذان يؤذن من الصوامع رب الحمد للإداعتية تترفع الأذان وهواتف النقالة تترفع الأذان في كل مكان غير تسمع الأذان عرف مدى يقع لإبليس يضرب بيديه على خذيه ويقول يا ويحتي يا ويلتي يا ويحا ابن آدم سمع النداء فلبى ومباشرة إبليس غير كيسر الأذان كي يطلب من أولاده وأحفاده وزبانيته ومساعده كي يقول لهم انتشروا سروا عند بني آدم وكل واحد منا عنده إبليسه كي يجي عنده وقت الصلاة كي يقول لي مالك أخوي على الصلاة باقي عليك الحال راك الوقت الممتد احتى العمل عبادة واحتى الشغول توره وتورك يعتبرته وتنمية للوطن وتور مكسب حلال باقي الحال المرأة في الدار كي يقول لي ماذا هالحال الكوزيناء والمطبخ والأولاد المسؤولية هي عبادة اي واحد في المقند يلو تاجر موظف اي مسؤول كتجي هذه الأفكار كتجي خواطر هو يظن بأنه متقدم يظن أنه تقدمي وأنه حدثي وأنه من أبناء الجيل المعاصر وقص على ذلك كل كلمة الرنانة التي نقدم بها على أنفسنا ونضيع الصلاة في وقتها ديك الساعة للا سعاد اعلمي بأنك يجي عندك إبليس يقول لك بلا ما تصلي وحينما أنت تبغي تصلي يجي هو يقدر يدخل للخاطر ديالك ويبدأ يوسوس لك ويحضر لك كل حاجة غيبة الأمور اللي غائبة الأمور اللي هي تافهة كلك يحضرها لك باش تنشاغلين وكين واحد الإبليس خاص يجيب التمارض أشن هو التمارض؟ وقت الصلاة عاد كي يجيك تتأب كتبقى تكمع وكتبقى تتتأب كتفوه وكتشعر بالعياء كتجيك تقيل جدا إلا قل لك أجي ندل الرياضة رك تجري وتركض وتنقز إلا قل لك كين هناك واحد العرس أو موسيقى أو فرح رك ترقص وترفق وتنقل ولكن إلا قل لك صلي الله مجاج ما عندي الكابي ما عندي خاطر وكتشعر بواحد نوع من تعب الشديد هذا كله من إعازي إبليس للا سعاد هذا إبليس هذا إذا تمكن من الإنسان ركيد له الموانع في حياته ما يتسننش أنه يفرح بالرزق دائما كيدلي عدم البركة في الرزق ما يتسننش أنه يفرح مع العائلة كتلقى دائما عنده مشاكل والصراعات مع العائلة ما تسننش أنه يفرح بالسعد يتزوج ويسعد ولا تزوج ما يتسننش بأنه سيكون مطمئن وأنه مستقر ويلقى المشاكل دائما تحدث والسبب أن هذا الشيطان هو يسعد ملكي خلق لنا هذه المشاكل ما هو العلاج للا سعاد العلاج أن ندرك بأن عندنا عدو حقيقي يعيش معنا وربنا عز وجل قالنا إن الشيطان لكم عدو فاحذروه عدو قال لك ربي عز وجل احذر 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 وقالنا لا تتبعوا خطوة الشيطان إنه لكم عدو مبين فدائما نستحضر بأننا فينا كان هذا العدو يخلق لنا المشاكل معظم المشاكل اللي عندنا في المجتمع للا سعاد المشاكل اللي كان في البيوت الراجل مخاصم مع امراته الأب مخاصم مع ولاده الجار مخاصم مع جاره في الخدمة كانت لك الموظفين والمستخدمين بعضياتهم حقد ومنافسة وصراعاتهم في الشارع الهام كان ازدحام واكتضاد وعدم احترام البعض للبعض الآخر الجريمة نكرى هنا وهناك السبب وأنا بسخدام راوط رض أبانا وأمنا من الجنة كان أبونا آدم وأمنا حوائيتنا عمان في الجنة واقسم حتى أنه يخرجهم ونجح وفلح وقلم الله عز وجل إهبط منها وندم الآن دريته العلاج للا سعاد بمدى غاديكم غاديكم أولا الليسان دي أنا دائما غير يشعر بأن عند هذا الصعر هذا الهوان Cannes γبدا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حقيقة عليه يقول هذا السعر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته حتى يوكين فخ لما يسمع الأكثئاب الناس اللي عندهم دق الصدر الناس اللي غم خاصمين ارى مش قضية امراض نفسية او عقد نفسية او تراكمات دي الاحداث اللي فز المشكلة الكبيرة هو ان ابليس خدام مليك تقول هذي الكلمة تتقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من غمزه ونفخه ونفته اش كده ديك ساها ابليس كي بده يندب حتى كي نزل الحمد يلو من وجهه وكي يقول ابنه ادم حارقاني هذي اللحظة هذي نقول فيها لعل ابليس الان في عرشه ويقال ان عرش ابليس كان في متلة بيرمودة الذي يوجد في اعماقه المحيد الاطلسي والذي يقال بان هذا المكان من عجائب الدنيا السبع لعله الان ابليس كي اسمع فينا وكي يقول ارى 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 احنا الان كانت حاربوا فلهذا قبل ما نحاربوا نحصن نفسي اولا بماذا احصن نفسي بكلمة لا الانه الا الله لا الانه الا الله لا الانه الا الله تقولها سبحانك يا جليل عندك تحصين هذا علميا اكتشفوا للا سعاد بان في واحد المؤسسة علمية في المانيا مختصة في علم الطاقة والذرة فاكتشفت لك جليل اورانيوم وحد تخصص دقيق شدا عنده علاقة بالطاقات المتطورة القوة بان الانسان عنده طاقة وكلي ما عندوش لانسان لكي يكون وحد الناس عندهم طاقة نورانية هو غادي وتبعه طاقة نورانية فيه الممشى وكيم اللي هو غادي وتبعه غمامة اما رماضية او سوداء ما معنى هذا اللول عنده طاقة نورانية دي ممحمي يتسمى الحسن الحصين والتاني لا يذكر الله قد يكون متلبسا بالخطايا لا يتوضع لا يغتسل من الجنابة لا يفعل كده وكده فقدرق الدنو تتراكم كتصبح عنده واحد دائرة رمادية وربما قد تصبح سوداء لكن قلبه اسود اما الذي فيه دائرة نورانية يقول لك هو الانسان كثير الدكر الذي يجرس الصالحين الذي قريب من الله حتى البيوت لقوا بعد البيوت من اللي يقربوا لها بدك الجهاز كيلقوا البيت لربه احتاقها نورانية معنى ذاك البيت يقرأ فيه القرآن واهله من اهل الدين والايمان وكين بيوت اخرى والعياد بالله كتقدر بها وحد دائرة رمادية معنى ان ذاك البيوت لا يذكر فيها اسم الله فيها كل شي فيها الحديث عن السياسة وعن الفن وعن الرياضة وعن الموسيقى وعن الصهارات وعن تعويم الدرهم وعن كل شي إلا ذكر الله أشي يوقع هنا يا البيت كيعد خالي من ذكر الله تسكنه الأرواح الخبيثة فالعلاج للا سهاد هو أنك دائما غيرت شعري بأن كتجيكت الحالة رددي بلسانك أعود بالله السميع العليم من الشيطان من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته قل يا بزفت مرات ثلاثة أو سبعة أو أكثر ودريا وقرري لا إله إلا الله هتلقي بأن هذه الحالة النفسية تبدأ تزول عنك وغيرت شعري بنشاط وغيرت شعري باستعداد وما لي هتكتري إن شاء الله بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم غادي يكون هناك جلب الحظ السعيد تأخر الزواج تأخر الرزق تأخر السعد ركله عنده موانع وأسأل الله الواحد الأحد للسعاد أن يسعد قلبك اللهم يا ربنا يا خالقنا يا رزقنا هذه أختنا سعاد تريد أن تقترب إليك بالصلاة والعبادة والطاعة ولكنها تشعر تشعر بصعوبة الحياة اللهم كلها ولي ونصير اللهم اربط على قلبها برباط الإيمان واليقين وحبب إليها الصلاة ويسر لها الأمور اللهم يا كريم افتح لها باب السعد وزق الزوج الطيب المبارك والرزق الوفير في القريب العاجل قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة 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 وشكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر